هل في قصة عقد النبي صلى الله عليه وسلم البيعة بيعة الرضوان على الكفار لحربه من أجل عُثمان هل إيش؟ يقول هل في قصة عقد النبي صلى الله عليه وسلم البيعة بيعة الرضوان في حربه على الكفار من أجل عُثمان مستندٌّ إلى من يقول أنه إذا طلب المشركون من بلدٍ إسلاميٌ ضعيف أشخاصًا معينين من أهل الخير لتسليمهم للكفار أن لا يسلموهم ولا يطيعوهم ولا حاربوهم يا أخوان هذا جهل إذا كان بيننا وبين الكفار عهد على أن ننسل من ليجينا من من يطلبونه ولو كان مسلم ننسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم سلم ناس من الصحابة للكفار موجب عقد البيعة بينه وبينهم في الحديب سلم أبا جندل وسلم أبا بصير فموجب العقد موجب العقد فالرسول يفي بعهده وبعقده فإذا كان بيننا وبينهم عهد على أننا نسلِّم لهم من يطلبونه عنده جرائم ارتكبها ويطلبونه من أجل هذه الجرائم فنحن نسلِّم له موجب العقد كما أنهم هم يسلِّمون لنا من لجأ إليهم ممن أساء إلى المسلمين هذا موجب عقد موجب عقد موجب عقد موجب عقد موجب عقد